والأبواش تتبعوها عذروب وبعد ما بوعوها بنت السلطان حسن خذوها الكنسة القرب قالوا لي عادله بالذهب يأخذها وما حد يجدر يعادله قال لي سعد بنت الزناتي خليفة سعد بنت الزناتي خليفة قال لي على ابوها ومن غلاتها قالت يا عابتي تتأخذه ليه جارية مي هي سموها مي تشرب المي طاري من جوزتها وبعد ما خذتها سعده خذتها للقصر قاما يأكل انتمر الدحجة للسعدة انتمر يبين من جوزتها قالت هذي حيشة ليسة بشرة هذي مئة الانسان وقام السعدة ايشدت وتقول وابلح من يصلي على الرسول على ما فالسعدة بن السلطان تونس ودمعاني على خضاد سكايب على مش يا ميتا قلين التمر تدبين النوه دفن النواي من اسبايب يا مي منتي عبدت للبيع والشراء ولنت من الخدامة جنة جنايب ذاك الزمان العجيب بشت وردت تقامه وتتعلمه وتقوله افلح من يصلي على الرسول 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 مال أصمر سلام روات ما وانسبا يبقى وسبع سنين التمحي النجب الماء قع بها مضار ويوم من الأيام السلطان حسن والقاضي بدير والأمير ذياب وأبو زيد اطلعوا بالتبديل بدلوا زيهم وقاموا يدورون بالإنزال هم أربع دول طول نزلهم ثلاث أيام وجو على واحد من الرياشية اسمه نوفل وقت النوفل طلع عليهم نوفل أمير وقت الخذ الخير من ديهم عين ومعد تكبس تايد حاج عليهم كتير استحى منهم وخجل ومأمن بالبيل شي تايد عشيهم ورد على بنت عمه إنشد يقول وقفلح من يصلي على الرسم على ما قع النوفل على ما اجرى ويدمو عاني على خدودي عادل نوفا قوموا يا بنت عمي ذبي لا بات ابوك بل شي عنده من الطعام موصوفا والله يا بنت عمي أنا أعلم شعاد القلب والعقل مخطوفا بالله يا بنت عمي لا تخجليني يا عقلي من هذا لا الخطار العقل مخطوفا بالله يا بنت عمي قوموا بعزوى عند المساعدة ونظيفا وذاك الزمان وقت إنها راحت على بيت أبوها مثل المهرة ووقت إن خشت على أبوها وطلبت منه قال والله يا بنتي وحقا الذي نرجع شفاعته إن شعز منه أولادي من سنتين وست شهر الدقيق ما دخل ببيتنا وردت من عند أبوها كالعودة ووقت إنها جت لي عند خجلانة عند زوجها قامت وتقول والدة عمي إن شدت تقول وأفلح منه يصلي على الرسول حلاي ما قالت نافل الحزينة على مجرى ودموعاني على خدودي عدس جايم ذهبت لابات أبوها حقيقة من ستين وست شهر لا يجد طعام فهم يا ابن عمي بعزمك واشتر لعرضك لأت كل ملام دير بالله يا ابن عمي ينهض بعزمك ترظيف نوح المسن وكرم يوم يقول السمعاني والقعوطية قالت له أخذ بنتك وروح بيح على حد عشر بعض يوم وراح دار على قيس وعاملا ولا حد اشتراها قالوا ناخذها ما نطعمها ورد خجلان على بنت عمي وقال يا بنت عمي ولا حد اشتراها مني قالت له خذه لسلطان حسن بنتك منسوب تجدين منسوب تجدين بنتك قالت له ولا بنتك بنهلال تقالطها بالحسن خذه لسلطان حسن ياخذه لأولاد وأهول وزراء وسلطان حسن ضيب عزور وخذ الهودا جوا راح وسلطان حسن بعد ما راح تشبه فرسه وخطم عليه من جدام ولبسه هدوم وقعد على شداد ووقت انه جاء وعطاه جواب قال له خذ بدر التمام لخواتها خلاتنا منطاق ونطار طحين ثلاثين رتن ورد وقت انه رد ذاك الزمان توالهم قرص خبز وقام ابو زيد ومنعوه ومديدوا الى الحجيب وطلع طعام ما خير منها إلا سيد العنام وتعشوا وبعد ما تعشوا ردوا على البيت وقت انهم ردوا على البيت السلطان حسن قال انه بيت المشورة ما ظل منه حد الشيب نوبا خرب من الزمان لازم له تالي وذاك الزمان قالوا اسعاله وشايبن كبير خبير قالوا انبال الشي واحد عد خواله ونوبا يبال المظايف مو هالقداني وحد الجماعة دربوه عليه ووقت انجيه سعى الخواله وقال دحوين وصرح بالمعز ووقت انجو انه صرح بالمعزة انه حشم جاعد عتشول يفقص قمر وياكل خبز قال الجاعة الساوي قال جاعدان كتبالاي واكل غدايا واكتل عد معزاي قال ابو زيد وسلطان حسن يخصونك بالسلام يقولت ايتي لي عندنا قال يا لولي لدوني يبسط جلوسهم لكان دربوه لي من لبوسهم بهاي وزعية روحان راد منه اعطل ولا طاع رد الى سلطان حسن ابو زيد وعلم بغس الحال ودربوه وعينا من نرتبته عينا من تواخمهم من يخيولهم من سيوفهم من اجروحهم شكل واحد ووقت نجي اقتصد ورشب ووقت ان نرشب الفرس انه حر مكلف عنده سلطان حسن لاربع دول كل دولة سنة تلاف وزير جاعدة تتنى الامر وابو زيد قال انحول بروس الوزراء من غادي لا تخلونه يشرب المجل اقطعوا راسه اذا ما حول الاجداد ايب يشرب الامداد جاكم وذاك الزمان ظل يقوم الرجال تقوم من جدام وزافات حتى ما صار عند اجداد دار رجله وحول والسلم رمى عليهم والسلام وعلموه بقحت الحال وقال هاتولي اربع نوق ونموه لاجيهم فحل وشتهم غرب البيت وشرجيه وجبليه وشماليه وقبش عليها الشفاق الشماليه ميته الشرجيه ميته والجبليه بتال يروح والغربية زحف مردهم في الدان وعلى خشم هنده قال كله خراب بس القرب عمار داما سلطان حسن جاب قطيفة على عرض الجليسة ورمى بيها عجد جوهر ورمى الفنجال قال اي من يشرب الفنجال ويجيب العجد والدي وسل قطيفة هذا يقدر على القرب ولا حد يجدر ابو زيد لك اسلاحة قايبة وقت نجي ابو زيد وشاف الرجال واجفة قذب القطيفة من داهيره ظل يدرجه ليما وصل العجد الجوهر شرب الفنجال وفل القطيفة مثل اولي قالوا بل يا ابو مخيدر انت جدرت على القرب جي للبيت ابو زيد قال يا ام مخيبر ساويلي زهاد سفر طويل من سنتين لستة شهر قالت الولا اقدر على فراقتها يا ابو مخيبر قال انطيف جواب والجواب عطيه صعاب بس طرجك قالت انا خلطك من الجواب قال بكيف تخلطيني قالت ولاده عزم الروح ولاد اختك يحي ومرعي ويونس انت يرافجاك مايرو السالم واصطبح اطلبهم منه وقلت اروحون بسانتي انت يرافجاك مكان ما مش مايرو السالم ابدا وهو بلشي ما يسخيب اولاده ذاك الزمان ذاك الزمان اللي امتنع عن ولاد وانت تنتنع عن الناس وذاك الزمان وقت انه جي قال يا ابو علي طالبك الاولاد يحي ومرعي ويونس يروحون معه قال احطيتك اياهم كرم لي بالاهلاد ودرب على خام وشفن اجداداتهم حسبنهم ميتين وقلطوا زهابهم وقلطوا خيلهم ورشبت زاد امهم ومساقتهم شيحة ظلت تدربهم يومين وحلف مرعي على امه بالرجوع هم اخوها هم ولاده وانشدت تقول وتوصيهم وافلح من يصلي حرف الى ما قالتنا ف لا الحزين على يماجراء ودموعيني على خدود سكيب ما هو السلام الذي سيهر سيت تلاتح وخالكم ومع السلام يا امار العريب ان جيتوا لعيطا يطوينا لاتنا ومونا رضا عدكم ترى الفنا يبني وساسي عيب قعدتوا برضا الخلالة تشترون الهرج ما بينكم قضر الهرج ما بين الرجال يغيظ قعدتوا برضا الحماد لا يتساقدون الناير ترى اللين يطول والحماد يجيب ان جيت المدينة به بيع وشراء خلوا مرعيش نري ويجيب ان جيت المدينة به حيكم والله اللي مخلبوا زيد رد الجواب سريعة وشالوا وجدة وسيد ست شهر وابو زيد نعم لا ليل ولا نحار وبعد ست شهر انساهم اختصروا طبوا على تونس وصلقوا وشطوا مية وما قدعوا المية عند المسل وابو زيد يفهم على السبع لسن من الحواوين يشوف ذيب عوام منقاد وذيب عوام منجاي المنقاد يقولوا شنون حالك يقولوا حالوردي يقولوا تعال عندي هذا نعاشت من درعة وتمات الحمره هنا يقولوا مندلة الشريعة وقالوا من هنا وقتهم عبر الذيب بالليل حمر رجوه من ارض العبر الذيب لأرض النايمين وحس الصبح راح ابو زيد من ارض العبر الذيب عبر ولقى تتمم شرط القواعي وطبق الولاد اخته وقت نحسته وقالوا وخالوا حرام لحظ ولا بي عظام قال هذا ضحام سيد العنام بس يا مرعي تريد تروح هالبلد اقبالك تريد تروح تجيب اني عشب تريد تروح تجيب اني عشب يا والد اختش وانا يدرمى الكولاح ايدنام لا روح ننقذب ونصير معيرة بين العمجال اوصيك وصلا تنسى وساتي قال ما وساتك يا خان قال انتي بيكم ذالبة عمك محمود اللي راحوا عشجلوا ارملة ولقاها يبات عدل ست شهر لا تروح تلقالك عجية وانهفي هنا هذا ضدين قالوا خالوا انا ذهب اجيب الاشروة اللي عندك وهذا سعد الطش الرمل مرعي مجمل عليه وطراح له وتنزل ووقت ان فات من جدام القصر ادحج بالرجال وش ما بي رجال بل بتونس ما بي رجلي غالطوا لا بل حسر ولا بطول قالت الاخته والمي قالت يا مي هذا مو اخويش مرعي التي تقولين عنه قالت بلى هذا اخوي قالت انظري لطوله مثل ارديني لو مشى ودربت عبدها عليه قالت مصرية وما يمشن بهذا البلاد سيدي تعطيك سيدي تعطيك انظري لطوله من تمشي بهذا البلاد ووقت الرد مرعي ولقى اخته حط بحن البتو قام يبشي وبعد ما تناشده هو واخته وخذته سعدي الى غرفتها وحبته بين عيونه وقطس بريش والنعمان ولا عدندن لا على خاله ولا اخوته ولا سته والجميع يرجع كلامنا على ابو زيد ذاك الزمان نام والذلة تفشل وجن على تونس الذراب الهزم الذبال الهزم الدكنت الهزم الذناتي قال لكم قال جنة هوام لجليه هنش العمدان وارقاف هنش الخيطان والدوم هنش الرغفان والتناوش هنالتجر منقوا في الحيطان ووقت ان جابوه هنالذين عند الذناتي الذناتي يشتوير باليهودي حتمون يقول له هذا ان كان شيل بالهلال روح درب عسكر تلقاهم نايمين هذا هو الخمامة وراحوا خمامة ولقوا ابو زيد والولاد نايمين شتفوهم وجابوهم الذناتي يشتوير باليهودي يقول له كيف عمل بيهم يقول له ايش لعظرسو الامو طره وراهم برين كبير ابطع علموا خبرهم نوبر راح الخبر سمعت سعدة قالت يا مرعي انت وحدك اللي معاك اخو ابوي عنده امارة وقت ان اسمع مرعي يحط المحالين يبكي وقام يبكي قالت لا تبكي يا حيب الرح انا ذهب وقتي بيهم اللي عنده هي والدة عمتها العلام والدة غضي كل يالي جمعة يطارد حوالما حوالي القصر تسول فكلام ما سول يحول بلقى عيش امت السيف يضرب الحصان يقطع رقبت ويخبر مع رقب يخلي شان تلبس الدومة على العلام العلام عالمينه عند الزناتي ما من قل رب العالمين اقدم هو ووقت انه جت على العلام العلام ووقت انه شافك انه يريد سوالف منه شان قام يفرش قاتل لا تفرش انا اذا متت للعرض وانطبت اليك لكن الاسلام ما تظلم الاسلام ابوي جعد يروح بشور اليهودي اذا طرحون بشور اليهود روحوا على دينهم اذا طرحون اليهود روحوا بشورهم روحوا على دينهم عندكم اسلام هذول اسلام احبسوا الجهال بحبسي ودربوا عبدهم حطوا عليهم جزي يجبينهم فكه ذلك الزمان ما نكم عليهم حق شقد ما تحطون جزيه خطوا عليهم جيل الزناتي قال منه القلق الكلام هذا قال سعدة قال يا بنتي السواد ليس شيء السواد خلشت المعبود هذي كيف تعرفين الامير من الاصيل قال دببهم الشريعة الامير يخذ وهدومه والعبد يشمر وقت ان دببهم الشريعة الولاد خاض ابو الجزامي والابو ذيت قال الكتاب هذا شمر قرروا هذا عبد تمام ما يستهل قال يا بنتي اشوف رجليه من له قال الرشاب قالت يا بلده وسواحر قال يا بنتي اشوف اكتوف وعراض قالت يا بلده وحمال قال يا بنتي اشوف كفوف ودخان وظن انه شايل الرمح ويسي قالت يا بلده وعجيان رد اليهودي قال يا سعدت قوله نقضب وامير القوم وطلز عبده مخوف قلبي عبيد القوم وزير الهلال والده تشير وخذا عاد على قصره الدناتي وقال له اريد منك تسعين دينار قال له هذا احنا ما نقول له دينار ابو ذيت طلع الضرط ذهب من جيبه قال له نقول له مدرع اجيب لك تسعمائة تلف مدرع من قيمت هذا فيه ردوف الدرع مهضراته اجيب لك من دولة خذتهم الى القصر سعدة ملت له اجراب وقضبت مي مطارج وقامت تضرب الاجراب ووقت ان يفوتون من جيب القصر يقول الحكم سعدة يقطع البصمات بأمين الله جاعدين بالقصر العمارة وابو زيد وسعدة ومي ويدحجون ذاك النهار جمعة الزناتية باني ميدان بالحرب وجعل تطارقه ويشوف واحد اسمه يلحق الخيار يشيله من السرج وحطه جده ممكن تلحق والخير يغطى زوبتنا الفرس قال يا سعدة قوموا يهاتي لي فرس قال اشي تستوي يا ابو زيد قال هذا اللي جيت بالاهلال ان ما ذبحت وليهم يقطحها ان ما ذبحته بارس قالت له الولاد هنا محبوسين وانت هنا وتسبب على كله الكلية قال اذا ما جبتيني اعلم على كل الغضية راحت عادل للعلام وجابت له فرس ورشبه ابو زيد وقال ايمن عيال اسباق اسباقا ما يتلجل ضرد العبد العلام مو مدوش بعشوك السعدة قال لا تخجل العبد انهزم جدامه ابو زيد اطلعه من الميدان وقال انهم اطلعه وقال انهم اطلعه وقال ابو زيد متحزن بالسيف منه بالجلد وقال راق به اضربه واشرقه هو وفرسه وتصطفج عليه الزناتية وخمسة واربعين من الزناتية ذبحت وهجم على العلام وقعد عقد عمامته واستغاث به دخل على العلام رد العلام ان يقول ان لبحه واخوتي ولاد عمي ولاد اخوتي عدد جدته العبودي وسبب القضية العلام مش انا عشك ذاك الزمان قال ابو زيد الافراق ما يقع قال ايه بلا يقع ارتشبزل والمرعي عشراوية راح ثلث ايام شمال خم بلدان وخم قوات وخم قصرة الخم ارحيل نهار الخميش يشي بس قوموا درب ع الغاضي الدير وعلى ذياد تروح نودع نجد ونحالل وتحالل انه نربعين بيه واذا مفارجة فرقة طويلة وذاك الزمان جاء العليا قال اليوم ايديش كدين هودش بساقت العماريات تروح نودع نجد والسلطان حسن اليوم هزبني بيه ولي راد مية شيلي البرقع وانظري عليه بكل عقلة ووقت انهم رشبوا وقاموا يضربون الديان ويواجعون العوطان قال السلطان حسن يا ابو زيد مات تعتين ماء قال عندك الباصور قال يا بنت الاجواء تعطيني ماء ووقت ان انطلت السلطان حسن الماء شادت البرقع العليا عن وجهه ووقت ان شافها سلطان حسن كبه الماء على صدره رد مطرعا على ابو زيد قال ابنت المن من الامارة قال هذي امم خيبر واكرم وصبره الهزبتني به يا ابو علي انهب العيش ذاك الزمان عادين وقت انه شافه الامر كذلك ابو زيد بيتشاء وقام يودع نجد ويقول وافلح مني صلي على الرسول على ما قال الامير ابو زيد الهلال السلامة وضموعان على خدودي عادستي الى الله ذلك يا نجد العذية والسبع سنين وانتي بينام حل ولا يليش فرق انش ضايا ولا يليش غايا منزاح ولا يليش لا يرم الحماديش الا اما نكرتي حق ابو على الهلالهم رب لي تنام بسنين المحيل نكرتي حق الغيض يبدير بن فايد ما حيش يا ربيش كل شرع عديل نكرتي حق الزغبي زياب بن غانم يا ماذ ربيش كل رمح طويل نكرتي حق ابو زيد الاسمر سلامة ما اضرب ويشكل سيف صجيعة والله يا نجد خوفي من رابع السماء وباسطة الارض لدعي قصورة شبحت السيف على الوطاة تميل نادى المنادي بيدوا ويربو علي ضعن الهلال ليلة الخميس يشيل العنده مورت غشيمة تهيطب محيطر المقام بعيد العنده بنت عمو وحلاله تدنين حوج الرقاب بشيل والعنده بنت عمو قريبة خيرها ما بين الهل والحليل وعي السلامة يا نجنة العذية يهل القبرات تفرحون للدنيا دلت قيومها تحزنون لا صارت محين جباله لحجر تمعيها المرابد وقدرته لعمال فيها طول السنين العلي عاد فات على هالي قبرة وشالوا بنهلال ودحموا الديبويسي وشتروا وبعد ما اشتروا الديبويسي انزلوا بديفة العجم ووقت انزلوا بديفة العجم تلقوها خصاب وريف وتيول انفضي قال السلطان حسن يا ابو زير يلون تنطيني مساعدة عاني والقاطب دير العيد قرب ويدرد نحج وانتو هين ارضكم فضية والخير كثير استريحوا لما ما روح نحج من شيء وذاك الزمان خذ هذا السلطان حسن هو والقاطب دير رده على العجاج وهذا شيخ العجام الفورمنت خذ اخبارهم يحكم على خمسمية تاليف عناتو وخذ اخبارهم وتهيئ عليهم الحرب وقال له على واحد من الدول اللي عنده من الدول الكبرى الشبير الله وما كلهم عبات الأصنام بس بهم واحد مثل باصله من العرب واحد من عبات الأصنام قال تعال ثمان حرب بنهلال بنهلال سمعان تذكر الشعار عندهم ضرائف فنات المزاهين تنطرمونهم عشر المال وعشر النسة هذا يعطونا خلهم يرعونا مرة السنة هذه واذا ما نطل لك الزمان نقاتلهم قال هذا هو الصواب وقام الفورمنت كتب مكتوب لسلطان حسن يقوله قبل الحمال يصلي على رسول اللهم صلي على رسول على ما قال الملك فورمن حاكم باي بلاده ويحكم على الأعجام قوم الصعايب يا قادل مني علامة نظام لا يتقطح ابو بريح يوم السحايب اذا جيتنا حسن الدرايد ابو علي طيمة ويقول جيت اليوم طالبة يا ابو علي منايبة وبدخلت ببلادنا ترعي مراعينا وتبغى حصايدة اذا ترضى ترعى مراعينا يتنا عشر المال حقنا كايدة عاتوا لي جمال الضعن بنت ابو زادة للاليقية وريا وطغى بنت ذياب المهاجدة عاتوا لي ميتان بنت مزرية فايت بنات الأمارة راخيات النقايبة عاتوا لي ميتان ترسن يا ابو علي وميتين ميتان ترسن يا ابو علي وميتين سا في خيار الحدايدة عاتوا لي ميتان يا ابو علي وميتين حصان حصن هدايدة قلهم قال الملك فرماند حاكم با يحكم على الاعجام غاهم الصعايدة قال ابو طامعي اخذ المكتوب بس اليد حق دربين قال له امرك على الراس والعينش ما تيد اكتب لك قال حق دربين ساقعان هم اربع دول وكل واحد يريد من تولين ما يريد من حيا الله يريد منات الدول وقام هذا ابو طامعي يقول والملك فرماند يكتبوا الطلب اكثر من الفرماند ابو طامعي ايه ورشبه اطلب بالاهلال ووقت انه وجيه لقى ابو زيد لا فيه من الصيد ابو زيد الحيصة مايركبها على طرد القزلان ووقت انه شاف الحيصة انهبل هذا ابو طامعي قال وجف يا عبدالزنة ابو زيد احترف عليه حكب من شتان بالاهلال ما دار لبال ساق ووقت انه ما دار لبال شال الدبوس وهجم على ابو زيد ووقت احترف عليه ابو زيد قال شدريد يا سيدي قال حول عنها الحمرة ولا تستهل تركبها يا ها قال يا سيدي ولا تطيع تأنزل عنها انا سيدي ركبني عليها تعال امسك لجامها وحول ابو طامع اطمع بالحيطة ومسك لجامها ابو زيد مع اللجلة وقمت بالسرج بها اربع اقلال قال قل الله كين لو وقام وشاله وطوحه على هامته ونزل على صفاحه ووقع بالعرض وحول عليه ودفدكه تدوثه يعني وخلاه بشوله وراحه قال هذا حس العصر انه مطروح ولقاع صفرة نكت هدومه اخرى رتب احصان واخرى جيد طب على البلد جي عم نزل على نزل بالهلال جي عم نزل على سلطان حسن اصطر حسن رد الهج على من يدللوه ندلوه على ابو زيد على رجله ووقت ان جابوا لي عند ابو زيد ووقت ان ابو طامع ضحك ولا نحك واحد الثالي هذا ريز شموه قال هاك المكتوب وريد حك تتلتزاد منه عرفه ابو زيد توف طنديمك هذا اراد مني اخذ الفرس مني بتشور ما اسمك قال ابو طامع ووقت ان فك المكتوب ان صحيفي ابو طامع يريد من اقتل املوك الاربعه التفت ابو زيد لب القمصان العبده قال انظر ابو طامع ما يريد قال جوعان ابو طامع استفقى الكلام حسن بدع يقولوله قال له خذوا لدهر الضيادة ودربه عبيد وظلوا يقولوا للمون ما الحم وصرق وواحد من العبيد قال تدزلك ازيان تراعي وصنق جلده لحد ذانه وخيط ودربه اجبع وذاك الزمان كتب مكتوب ابو زيد وحطه بجيبه وانشد يقول ابو زيد وافلح مني صلي على الرسول اوه ما صلي يعني علي ما قال العميل الاسمر سلامه ودموحيني على خدودي قمايصر طلب ويت يوفر منذ تيد بنات فيه من غيس وعاية من النات دلدونها يقروا من الكواسر امنه يرسل بنته او اخته او مرته يفاجر بربع من ذاهب وحل قتلك من استاذ للعرض حل قتله كافر وحفا لذا نرجع شباعته اذا ما تجيني لازم اني ما جيك باكر يطبوا يطبوا ابو زيد قال وذاك الزمان ابو طامع وقت انه صل عند الفرمنطل صلت تيام تعالجه التخاتره تسوله قال له كيف حالك قال بدنا وريك قال ان اذا هبت تجيب عشر المال منهم يا سيدي ونادى ابو زيد لبلقمصان على الضيف جوعان انترى انا حسب طعامهم مثل طعامل ثالي طعامل قوم حصية مقشرة ابو زيد وقت مدرب ابو القمصان جابوا لي اربع عبيد مشكلين عن الزنود اضربوا لحمة يا فتاة المنهرة انت لا تكون عنهم مقصرة انقطوا حملوك يدوروا مذلوك وذاك الزمان وقت ان هذا ارتب عليهم الفرمنطل بخمسمة متر عنا وظل زيدان يحاربوا حدو شهر من الزمان وبعد الشهر ضربوا على ابو زيد ضيقوه وكملوا ثلاث تشهر ابو زيد وزيدان وضيقوا عليهم الطريقات ويوم من الايام ابو زيد حمص غنيم بالكلام غنيم من الرياشية والصبح غنيم عاش بنت القاضي بدير الصبح فق جبه على حارب الرياشية وقام الحارب وحدو هما يندل علب هودا جلماري يجفل وولع العجام وصاحت من ملو رأسه هوتل والاصابع وراحت العجام به طوانا ويقول روح يفداك يا بنت عمي ولا شمت بك عداك وظل يمدد من الفرسان على وجه الرمال حتى ما صار قربه ادجاه ولجاء السلصيل من خلف وضربوا بحربة مثل شعلت الشمس ووقع الامير غنيم على العرض قتيل بدمه جديل وراحت الماري السبيل اسمحوا والمغرب قلطوا المدام للامير ابو زيت واسمحوا الصيحة قالوا مع الصيحة يا ابن الهلال قالوا غنيم من في دائراتك مديد وتايد يأكل قالوا والمال يا راح استبيقي قال شيرو الزاد امتلع لك درب على ذياب قال قال اني استير رئيس جمهورتا احمل جمهوره انا مدام اني راعي كل راعي مسعول عن رعيته مدام ان هو زيدان هم يحفظون هناك طي هم يحفظون انا مجي القاضي بدير يحلم بيدوا حمام تنبيضة وفرد وقال له سلطان حسن قال له سلطان حسن هذا منامي قال له ابنتك راح السبيه ابنتك راح السبيه وابو زيت بضيقته حسن atamente وقتهم جوا من قادي وقتهم مروا علي ذياب وقتهم مروا علي ذياب قال لكم ابو زيت بضيع هذه الر Wide cockpit قال لا تحقق قال ابو زيت البرجات قال ابو زيد اين الماري قوطرت يعاد الاعجام اليوم انظرون دلالها ابو زيد خبرني ابو زيد قل لي عجب الماري يا فتح من هو هجاره قال من هو هجاره قال رد سلطان حسن قال له ابو زيد علمنا ابو زيد قلني شيف العجم ظهرت يا ويلاء كنت المؤمن من يمنسك يا ابو مخيبر من قيرك كبير القوم ما نرضى قال ابو زيد وسب على الأقدام قالوا حق ربي يحرم علي دخولي انا نجعب الهلاف اذا ما شفت عيونه الماري ولوح وحدي وبس تلحقني رجلا لوقت النفسي بس يا اذياب دربت عليك 10 فرسان وانت تخبيت تحت الخيام باره ووقت الراح بالليل الحجو زيدان وعسكره على البعد يبارونه زيدان ابو زيد غالي عليه ووقت ان باره وابو زيد على البعد ابو زيد جي لبلاد العجام وانه مقلق عليه الاسطور وداره من اليمين والشمال ولا يقع على درب ويجي لدهليزا صغيرا وداره بالدهليز دهليز صهريج رد زيدان مصر على البنهلال قال ابو زيد استحق على جوابه وداره بصهريج رحفه وبنهلال نسا والاولين وقام يبقين على ابو زيد ابو زيد وقت انه راح يخوم اول يندل هين اش يدرب يخش من نصف الهريج هذا قال بسه ووقت انه يجي للاعجام والبسنة فيهم وقاموا يدور من مقام الى مقام ووقت انه يجي لنصف البلد ونبيه قصر مرصح بالفضة والذهب على اربع الشبابين ولا ينحال عليه بس قباله ونخلته قنوصهم شابخات القصر ورمو عمامته وشتا في رجلاء ورقع عشرة ودحق ملوك الاعجام جاعدة هم ونسوانهم وأولادهم بناتهم والمارية تشرق بسطهم كل بدر بسطة الانجيز وقام يقلطوها الخمر العرب وهي تمتنع عنه وقام الملك نعمان اصلا من العرب قال قولي يا بنتي الكفادتي ما يجيش بس من ال اله على كيف تقول لا تخافي وقام الاصلصيل قدم لها الكاث وانشد يقوله عمره سامعيني طوحا يا ماريا قنيني يترى من عندش سامعيني بس ترفع المنديلي عن وجنتش الحمراء صنصيل يا صنصيل ترش حشايا القيني باشر تجيك اهلالي مثل جراد الصحراء باشر يجيك زاداني حمى الى الميداني حسن يا فقطو عاني اذ يا براع الخضراء صنصيل سبع ثمك اسبع ابوك مع امك يا شريح الظمك يا ابو الحيط شقراء يا ماريا هتهدي على اللي بقوه مش تعدي قوه مش مهم ضدي ما يلتقوا لي بكرا باشر يجيك سلامة يا عصمر طويل القامة سفى وقطة الهامة بكل مرة يذبه حشرا ذاك زمان بنت الفرمان دارت الخاتم والطمس المارية بوجنته وصاق الدم من قصتي للعرض قاطية يا بنت كلب الحرب تستمين حمى بهذا الجواب وانتي سبيته وانتي مرة يلوش رجل كيف احد وقام الملك العمان وشمط السيف قال يحرم عليكم مطو الرجل من بني هلال يقاتل ما بكم اللي يشوف عيون المارية لمن ما تقطعوا مره لا اخذ المارية من عندي بكفار ما مطي يا نحز نحز ما مطي ووقت انه حول وخذاها على بيته وابو زيد براهم على البعد ووقت انه جيه الملك العمان لقصره وصاح لبنته وقال يا بنتي قال تلبيك يا ابتي قال يا بنتي جتك بنت حسب ونسب وابنت عرب عزيها عز من روحك قالت اهلا ومرحبا بيه قام ابو زيد قال الهي معبودي اذا رب العالمين انطاني قوتها وحكمتها لعجام يحرم علي مال العجام لو كان في عد الرمان قال لك كل انتين الملك نعمه يتفرجوا على دعوته يتفرجوا على دعوته ورد على ابن الهلال تال الليل وعلموا بقع تلحان وقال انا وزيدان حاربنا ثلاث شهر يا اذيان وانت والقاضي بدير وسلطان حسن حاربوا عنا ثلاث يام واصبح بدا الكلام اذيان بوقت انه قال انه يحضر المال يروح نضاب الخيل والصبح على عجام فقوا عليهم سبع جبهات بخمسمة تالف حناك واذياب والقاضي بدير وسلطان حسن من مقدار ثلاث ساعات من الزمان محملة انهزمه وخلقه الخيام وكذرة اجهضات من كل جهات وصاح ان يا عصمر هلال وينكا وصاح على زيدان زيدان غار عليه صارب وزيد غار على اليمان وظل الاشتريف يعمل والدب يذل والرجال تقتل حتى الشمس ما قربت على الزوان اشتله من الدول الاربعا وثانا الايام اذياب اشتحى من العار وهاج والهيجاة ذات الزمان وشتة زادت لين والملك نعمال مذبحهم انسويهم اقتصره وشالهم من الاعجام منزلوا على الخفاجة الخفاجة قامت يحاربهم ابو برقام قال لا تحاربهم هذول امارة هذا لك حكم عزبهم وهلبيهم وخلهم يبوتون مستطرقين ولاتهم عند الزناتي خليل وشاد العسكر مصرف وست شهر وبعد ما عزبهم السلطان حسن جمع نسي بنهلال جميعا بنات الأمارة قال كلك انت تمرن على الخفاجة قال لي عجبها منك وصلت بالها الجمالة وقام باك الزمان ما عجبته وقال له وطفة بنت الياس بس قال لي حرم علي زواج وطفة اذا ما طلقت ولادة سلطان حسن عند الزناتي خليل قال له الشمس وجو على دير ترهام وشتروت تمر لنك وجو الحلب لقى والخزاعي ابو زيت بل حرب بس نهار الجمعة يعرف نهار الجمعة يموت اما هاي جمعة ما يحلم بيه ونهار الجمعة تخطموا الخزاعي والخزاعي قام بعزم الركاب وضرب ابو زيت وقلت عرقب كحصان ووقع ابو زيت على الأرض وابو زيت ظن انه ميت وصاح ضيع زعزعت له الأجبال وبرز عنده ذياب كالبرق الخاطر وطفة وقت انبرز عنده قام انشد الخزاعي يقول له عمر السامعين يقول الخزاعي والخزاعي صادقا اتعرفنا الفرسان يا ملغا اسمك ذياب عسنذيب يا قنكا يا أرض للفرسان يا أرضاها حول على الخضراء وابو اسركا بيا اليوم واتفى بعينك مع التاراها انت وابو زيت سنين اقتلكم حلائلكم من بعدكم وليل اسباها رد ابو موسى دياب ابن غانم وقالوا والخال تعرف همتي ويطرادية الخال تعرفني بيوم الكريهة والبيض باسمي الي تنادية حول على الأشقر وابو سرشابية قبل انفاركت الأهل والأولادية أنا ابو واتفى يوم المعارك مغربا إلي حرب تنتفك والصغر الجمادية وطاح لوسه من البين وصابه من يد ابو واطفى التلجمادية وضربوا وطلع شاب التبربة ونهابوها ودحموا مصر وزادوا ونهابوها نساويها مقتصرة طبوا على الشبيب شبيب وقت ان طبوا على الشبيب شبيب انه أخذت المثويمة والمية لها الشريعة باب واحد ودربوا اخوه وقضوا بالمية لا تخلي بالهلال يردون حمولي يوم ينطنوا عشر المال ووقت ان سمعت بالهلال المية مقضوبة قام مناء عفلطان حسن وانه يقول اليوم مرد الهلاليات كله عليه تعيشوا مناء عاشج بنت القاضي بدير صارة يقول صارة لم تتوصف بالحسن والجمال وتستحي من مناء قالت التفتت لأمها قالت يا ام اقولي المناء يعني استحي مني يكسر فرسو بنصر الريق بالهوادج يتخفى انا بكي قندر لي البواط انضحك عليه بكي ان الروي المي بغير الجواب يعني بغير شر بغير بلد وقالت له وما خرب كلامهن قصر فرسو قايمش بالهوادج فرسو قايمش بالهوادج وجد صارة تهدلقك وشرعبت ودنقلت على البواب وحبته وقامت عشدة تقوله عمره سامحين يطرس معلولة تبع اي مي فق قلب يا بواب ناري وبحرينه صياري وجدتنا بعاني وامي ورقال امتنا وامي وحبني عراث وامي فق النار ورق ذاك الزمان قلب شرينه منسل الورس وشارو لا تكشخ مسنو وبي خلو قاشق يجيك محبوبي واسنفين وشاورا وقت ان قاتوا الكلام هذي قطبهم نردان وقطبهم نقاط عردان وداتوا بالأرض لا عدفت احوالا وشي لا عقل يبالا وشي وانشنشن عطا وشي روح عربيا ورا مناح يا حبوبي مالا خريدين زوا باي واسنف مشعوا باي وينحدنا رأس ما ورا سيقاط عاد عليه مناح ضربوا الراس واحد ولا اشتوا حد سيقاط عزريق راح الخبر الشبيب ان سوا من قتل ودقة طبقه بجي الشبيب ما قدروا نحنوه لابس درعين ما ينضي بالسوا شكيدة وشكيدة لحيته وامه شبيب قالت يا ابني انت زنوى قال ليش يا يم blue يلوني اسم إنت والده لك وده اسير نيدر قالت ليش تتسبوع على فقراء انت سلطان لازم بيهم سلطان انكت على سلطانهم سلطانهم يجمع العربين عرب وانه سلطانهم مزل بحق سلطانهم غكر سلطانهم غرفين عرب سلطانهم العهد خبت حثان قال ليجاج مذبح سلطان عزريق يطلب دربوا السلطان حثان عليه هذا سلطانهم يعرفوا ينشدوا على الشبيب ردبوا على الإهلال وقالوا اسمع كلامي يا فاس الفرسانية قاطع شارم من بير دم على اليتنامى النار تصعر بالخيام يقومي وقومك قاطع يمينك محد سيفك اليوم تشتل يا همامية قالوا اني من يقتلني يا عرق الكلب قاموا ضرب هسلطان حسن بالعكوز وقعت نصبهنا ضاور فرس وحول سلطان حسن انت يذبحوا وسلطان حسن اضحك قال يا قليل العدب جحاد اذبحك كيف تضحك قال اضحك اني خسرت بيست القطاع وانتو خسرت تكبير طرخون شاري قال مندحك ذاك المكان صرت مثل حساب النسوان قوم خطيه تلك في العب جسم قال له سلطان حسن وقام سلطان حسن وشد ضبضب راسه وجاك من قادي ومر العمارات وخلقانه وراح خرب قالت له اجاد يتراك تروح معيره اليوم الغيامة بس شبيب الخيل فساب وليه كشخ عن البراجع عن صورته ما بيبنت بنهلال تغالطه بالحسن حسنه مبدل على الارض وهو فساب والاصواب ما ينضي به بس لحد دخل العماريات جميع هنيدول عنه ويحوجنه بس انه يفسق ويطبق ضرورة الدرع 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 يشالش بي قال هاتولي ديشين ما بيني يشال وروحوا عني مقدار ثلاث ساعات من الزمان وبعد ما راح وقطع راسه وحطوا بالحجيبة وقطع رزيديش وحطوا على قلبه وجيه لامه والخواته وقال لاتروح لنا وقدار ثلاث ساعات حطيته بالعربة وجيه أبو زيد عنده الحمار الحمار ما يدرس بالإهلان لقى قراش حد ربشته في القراش حطه بخوض الطاحونة وربطت شحش عرب الطاحونة هذه حقب ثلاث ساعات جت أمه والوالد وقتين دحج الحافظ قبل وقتين دحج شارك الحافظ قلت شبيبي هالشبيبي مثلا العدو هو الطبيب عنده ولده عمه اسويمة لا راش بحصان اسمه طيار اسمه قل هو وقت انه جيه نتشح شريعه وقال راش وين صاحب هذا الحمار قال هديه من جوه قال تعرضه بالحصان طلع ابو ديدي قضى بالحصان هذا وخش جوه شار الحجيب من فوق الحمار الله 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 حيث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة